بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة النهاردة إن شاء الله في شابتر 2 اللي هو تصميم الأواعد المنفصلة المعرضة للقوة الغير محورية هنستكمل اللي احنا بدأناه في الجزء الأولاني اللي هو وإحنا المرة اللي فاتت أو في الجزء الأولاني عرفنا إزاي بيجي الوان دايريكشن مومنت وإزاي هنبتيجي نشتغل فيه طيب عايزين بقى نشوف خطوات التصميم اللي احنا تعلمناها إزاي نصمم هذه القاعدة عشان نصممها لازم يكون عندي معطيات أبتدي أصمم بيها إيه هي المعطيات ديات أول حاجة لازم يكون مديني وده بيتجاب من تقرير الطربة بتاعتي اللي هي الأول وطبعا من خواص الحديد لازم تعرف ونعرف طبعا الكلام دا كله انت عارفه ولازم يديني حمل مين العمود بتاعي ويديني معاها مين اللي على العمود أو ممكن ما يدينيش دولت ويروح يديني الرسمة اللي انت شايفها ديت ما في الرسمة ديت لو انت جبت الرياكشن هنا اللي هو القوة العمودية ديت وجبت كمان المومنت بتاعي دوت يبقى انت جبت البي قولوم والم قولوم وطبعا انت وفوض صممت العمود فعرفت مين بقى الساعة العمود بتاعتي او القولوم دايمينشن اللي هي القولوم والبي ايه قولوم وبعدين يبتدي كمان ايه احنا هنعمل خرصانة عادية هل هتبقى فرشة نظافة ولا شغالة معانا في التصميم يعني لازم اديني سمك الخرصانة الايه العادية طيب نبتدي بقى نصمم بتاعت نصمم الخطوات بتاعت اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللي هي الاحمان زي ما تعلمنا بنجيب اللي هو عبارة عن 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 اللي هو عبارة البي لايف? طبقا طبعا الكود المصري يعني. او واحد ونص في البي مين? زائد البي لايف. ده بالنسبة للاحمال. طيب. نيجي بقى عايزين نجيب بتاعة الاعدة. نجيبها ازاي? خلاص احنا اتفقنا ان الاعدة بتاعتي العمود مش هيبقى فين? في النص هيبقى فيه هنا. فنتيجة ديت او الحتة اللي احنا رحلناها ديت هتخلي في الحالة دي لو انا عندي سمك الخرصانة العادية اقل من عشرين يعني مش دخل معاها في التصميم. انا ممكن اجيب الاريا مباشرة بتساوي البي ووركنج على كيونيت اللاوبر. طلع لي بالمت المربع. وبعدين الاريا دي ما هي الا البي في الال بتاعت ال الانفورس الكونكريت. طب السؤال انا ما عنديش بي ولا ال. فانا والله ممكن افرض ان الال بتاعت ديت او الال بتاعت الاعدة على البي بتاعت الاعدة بتساوي الان بتاعت العمود على البي بتاعت العمود. او ممكن اقول ان الال بتاعت بتساوي واحد ورابع الواحد ونصف المهم هقدر اجيب معادلة تانية ما بين البي والل. لما تيجي تحل المعدتين دول مع بعض تقدر تجيب مين تقدر تجيب البي لا البي بتاعت الكونكريت. والبي بتاعت والل بتاعت الينفس سيد مين سح. بعد كده تبتيجي تقربهم لمن? الاقرب الكلام ده الال بتاعت الانزل فكل صامته بتاعتي. طب لو عايز بقية بتاعت جيب الال ال هو ال L زائد 2 TPC او 2 T بتاعت البلين كونكريت وال P بتاعت البلين كونكريت برضك بيساوي P بتاعة ال RC زائد 2 في T P بتاعت ال كونكريت شكرا